أدى طلاب من الثانوية العسكرية بنواكشوت صباح اليوم زيارة ميدانية لسلطة منطقة وذيب الحرة بقيادة قائد هذه المؤسسة العقيد محمد المامي والكلاية ويتكون الوفد الزائر من طلاب من مختلف المستويات وتخصصات العلمية والفنية وتهدف هذه الزيارة إلى التعرف عن قرب على مهام ودور المنطقة الحرة في التنمية الوطنية وفي كلمة له بالمناسبة رحب الأمين العام لسلطة منطقة وذيب الحرة وكالة السيد عبدالله المباريك بطلاب مذكرا بأهمية هذه الزيارة في التعرف على مهام السلطة وأهدافها وما حققته من نتائج وخطط عمل للمستقبل وأكد قائد الثانوية العسكرية العقيد محمد المامي والكلاية على أهمية المنطقة الحرة وأهدافها الاستراتيجية والدور الذي تلعبه في الدفع بعجلة تنمية الاقتصادية من خلال جلب الاستثمارات والتعريف بالمقدرات الاقتصادية للبلد وتابع طلاب ثانوية عرضا مفصلا قدمه السيد خطر ولمين منسق خالية نظم المعلوماتية تضمن هذا العرض شروحا حول مهام ودور المنطقة الحرة في جلب الاستثمارات وقد حضر هذه الزيارة القائد المساعد للمنطقة العسكرية الأولى العقيد المصطفى والتقي والطوير الجنة وبعض من الأطر والمدراء والمستشارين بسلطة منطقة وذيب الحرة ترجمة نانسي قنقر